اشتركوا في القناة تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الثانوية العامة أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام العظيم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى يتجدد اللقاء بكم عبر إذاعة وزارة التربية والتعليم لنتحدث سويا ونلتقي ونتبادل الخبرات عن أهم المحاور التي لها علاقة بمنهاج مادة اللغة الإنجليزية المنهاج الجديد لطلاب الثانوية العامة كنا في حلقة سابقة قد تحدثنا عن الأفعال التي تقبل to plus verb or ing وتحدثنا عن أفعال البداية والاستمرار start, begin, continue, intend plus to plus verb or ing وقلنا أنه لا فرق بينهما في المعنى نعم أن هناك مدرسة تربوية أخرى تقول أنه ربما عندما نتحدث عن start plus to plus verb يعني أننا نتحدث عن particular occasion أما عندما نتحدث عن هذه الأفعال الأربعة start, begin, continue and intend plus ing يعني أننا نتحدث عن general speaking نتحدث عن general أعزاء الطلاب وأيضا تحدثنا في حلقات سابقة عن أفعال like, love, hate, prefer plus to, plus system جذر الفعل or ing ولفتنا انتباع حضراتكم بأن الكتاب الجديد منهاج الـ discovery الذي يعتمد على مهارة الاكتشاف اكتشاف العلاقات الموجودة في داخل هذا المنهاج وهو English for Palestine 12 منهاج الثانوية العامة وقلنا بأن الكتاب ركز على like, love, hate, prefer, plus ing للحديث عن الأشياء بشكل عام وليس بشكل خاص أما اليوم سنتحدث عن ما تبقى لدينا من قواعد الوحدة الثانية ونبدأ حديثنا بالفعل stop عزيز الطالب الفعل stop الماضي منه stopped تصريف الثالث pp past participle أيضا stopped إذن stop, stopped, stopped إيش قصة الفعل هذا؟ الفعل هذا عزيز الطالب يقبل to plus verb or ing إذن الفعل stop يقبل to زائد الفعل زائد الفعل زائد الفعل or l-i-n-g stop زائد to زائد الفعل معناها ماذا تعني عزيز الطالب؟ يلا مع بعض نشوف stop زائد to زائد الفعل تعني يتوقف لكي يعمل شيء ما إذن يتوقف عن عمل شيء ما ليعمل شيء آخر ندي أمثلة موجودة في الكتاب عزيز الطالب page 20 صفحة 20 في عندي بوكس لونه أخضر شايفين الصندوق مش بوكس يعني بوكس لا البوكس يعني الليل في الexamples examples number one number one he was في عندي مثالين حندخل على المثال الثاني we were lost tohna diana so we stopped to ask the way إذن أنا بدأت بالمثال الثاني عزيز الطالب الموجود لدينا في كتاب student book pupils book page 20 المثال مرة أخرى we were lost ضعنا tohna so we stopped to ask ذوي توقفنا عن المشي طبعا لكي نسأل عن الطريق إذن في عندي هان توقف عن فعل شيء ألا وهو المشي لكي يسأل عن الطريق إذن هنا في عملية توقف عن فعل شيء لكي يفعل شيء آخر أما بالنسبة أبناء الطلبة للمثال الأول stop plus ing تعني أن يتوقف تماما عن فعل الشيء لدي مثال ويشوف يصير معنا المثال أيضا موجود في page 20 he was مثال رقم واحد في الأكزامبل he was getting tired كان متعبا so he stopped working توقف عن العمل تماما إذن هو عمل quitting عمل توقف كامل نحاول ندي أمثلة إثرائية أخرى أساس يتضح هذا المفهوم نقول المثال التالي I stopped نسجل مع بعض أشوف يلا هاي الجلم في إيدي وأنا بسجل زي زيكم عشان نحاول ندي مساحة كافية للمتابعة I stopped on my way home I stopped on my way home توقفت في طريقي إلى البيت بنقول to buy or buying some orange juice لأشتري عصير برتقال some orange juice إيش بنقول هنا عزيز الطالب I stopped on my way home to buy توقفت عن قيادة السيارة عن المشي عن قيادة الدراجة لكي أشتري من الميني ماركت عصير برتقال مثال آخر مثال آخر نقول للأد I stopped to shout or shouting أنا توقفت لكي أصرخ ولا عن الصراخ I stopped shouting كمنا نعرف لازم يكون فيه conclusion للجملة because لأن this annoys because this annoys لأن هذا يزعج my co-workers لأن هذا يزعج زملائي في العمل co-workers إذن عزيز الطالب ما زلنا نتحدث عن الفاعل stop وننتقل سويا إلى activity 4 page 20 صفحة 20 في عندي ست أمثلة مع بعض هيك هنحل مثال رقم 2 ومثال رقم 6 في activity 4 نعود نفسنا عزيز الطالب أن نقرأ المطلوب من السؤال المطلوب من السؤال قراءته معناته نصف الحل نقرأ المطلوب سويا complete the sentences with the infinitive or ing form of the verbs in brackets نشوف السؤال الموجود you shouldn't stop space just because it is a bit difficult يعني شغلة أمامك صعبة ما بنفع أنت تتوقف عن التجريب والمحاولة إذن هان بنقول you shouldn't stop trying يجب ألا تتوقف عن التجريب والمحاولة لأن هذا فقط صعبا سؤال رقم 6 في activity 4 في صفحة 20 while walking while إجاب عاديها ال-ing هي نفسها while I was walking يعني السننم من while walking لها عدة مرادفات while I was walking or during walking along the street بينما أنا أمشي على امتداد الطريق I saw him شاهدته stop space in a shop window look shop window يعني البترينة الواجهة الزجاجية اللي بتكون في مقدمة المحل اللي بنيرض فيها جزء من البضائع اللي موجودة داخل هذا المحل إذن إذن الإجابة أبناء الطلبة I saw him stop to look شاهدته يتوقف لكي ينظر إلى المعروضات الموجودة داخل البترينة الزجاجية بما يسمى أشوب ويندو نحاول ناخد مع بعض سؤال من خارج إطار الكتاب طبعا السؤال موجود صفحة 29 من كتاب البروغرس وكنا نوهنا في حلقات سابقة أن الكتاب هذا أعد من خلال الأستاذ وائل بلبيسي والأستاذ حسام شتيوي page 29 activity 10 تدريب 10 ننتقل سويا إلى جملة رقم 11 stop space noise you are annoying me توقف لكي تعمل الإزعاج ولا توقف عن الإزعاج لأن هذا يزعجني في عندي two choices خيرين making ولا to make عزيز الطالب إذن الإجابة stop making noise you are annoying me you are أنت تزعجني مثال آخر المثال رقم 12 في نفس الكتاب البروغرس would you stop هل من الممكن أن تتوقف عندي خيارين to talk or talking about this please you make me sick you make me sick معناها أنت تمرضني أنت تزعجني إذن مرة أخرى would you stop space to talk or talking about this please you make me sick would you stop talking هل من الممكن أن تتوقف عن هذا من فضلك لأن هذا يمرضني أبناء الطلبة يعني إحنا بصدد إن شاء الله في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد أن يكون لدينا حلقات مباشرة مع الجمهور الحلقات طبعا هذه ستكون برفقة الأستاذ حسام الشتيوي وأنا طبعا سنكون مع بعض على الهواء مباشرة للإجابة على بعض التساؤلات التي تواجه الطالب الفلسطيني وخاصة أنه المنهاج منهاج جديد ويحتوي على عديد العديد من الصعوبات هنا وهناك لكن يعني الإنسان الذي أهدافه واضحة يعني ويسير في طريق منتظمة وخرج من إطار الكمفت زون منطقة الراحة ووضع الهدف أمام عينيه ليصل ويتميز في مادة اللغة الإنجليزية عليه أن يتابع جميع الحلقات المبثة عبر إذاعة وزارة التربية والتعليم من قبل الأستاذ حسام الشتيوي وأنا سنجيب طبعا في تلك الحلقات على جميع التساؤلات التي تواجه الطالب الفلسطيني أبناء الطلبة ننتقل الآن إلى الحديث عن الفعل remember وطالما بنتكلم عن الفعل remember remember don't forget نفس الإشي remember يتذكر don't forget لا ينسى ما زلنا في page 20 من كتاب الـ pupils book ما زلنا في الأمثلة الموجودة في داخل الـ book 3&D أربع أمثلة أنهينا مثالين وبقي لدينا مثالين آخرين اللي هو مثال remember 2 وremember plus ing أبناء الطلبة نقول الآتي remember التصريف تبعها remember التصريف الثاني والتصريف الثالث remember برد ايش اللي بيصير عندنا هار remember plus 2 زائد الفعل ماذا تعني يلا نشوف مع بعض remember زائد 2 زائد الفعل remember بيصير بالأول والفعل الموجود عندي بيصير نمرة اثنين اذا انا بدي اتذكر عشان اساوي اذا انا بكون كاتب في الكلندر تبعتي في دفتر ملاحظاتي في اعمالي اليومية لانه احنا متفقين ان الانسان اذا لم تخطط يخطط لك واذا خطط لك يخطط لك بصورة سلبية فانت عليك عزيز الطالب ان تخطط للسنة كاملة وان تخطط كل يوم وفي عنا عنوان كبير عريض في الريدنج بيقول سنة جديدة انت جديد انا اقول من هذا المنبر الاعلامي اين يو في كل يوم جديد اذا انت يجب ان تكون ذاس الشخصية جديدة نعم اذا remember plus two plus يتذكر ان يفعل اما remember plus ing معناته ماذا تاني تعني انه عمل الحدث وتذكر بعد ذلك اذا جاء الحدث اولا اما بالنسبة للتذكر فجاء ثانيا ونشوف الامثلة ونوضح الجانب النظر الذي تحدثنا به الى جانب تطبيقي من خلال الامثلة الموجودة لدينا page 20 activity 3 remember to eat regularly and healthly تذكر ان تأكل بصورة منتظمة وصورة صحية الطالب الفلسطيني محتاج يتجنب الاكل الذي فيه زيوت وادمات كثير ويحافظ على الاكل الصحي الذي لا يؤدي بعد تناول اي وجبة الى النوم والكسل والخمول remember to remember هو الحدث الاول تؤيد تذكر ان تأكل اذا انت بدك كل ما تقدم على وجبة من الوجبات معناته بدك تذكر رقم واحد لكي تأكل رقم اثنين بانتظام الانتظام هنا انه الانسان بده يحافظ على عدد من الوجبات وليكن اربع الى خمس وجبات يوميا ولكن هذه الوجبات يجب ان تكون وجبات خفيفة وكل اضرى بوجبته الخفيفة طبعا ويأكل طعاما صحيا وخاص طلاب الثانوية العامة محتاجين ان يتبعوا هذه النصيحة اما بالنسبة للمثال الموجود عندي في الكتاب المثال الاخير في داخل البوكس انا شعرت بالتوتر عندما كنت اقدم الامتحانات اذا التوتر صار اثناء تخديم الامتحانات قبل اثناء بعد والان هو يتذكر هذا الاحساس وهذا الشعور ابناء الطلبة ما زلنا نتحدث عن مرة أخرى مرة أخرى اثناء اول شيء اتذكره في حياتي اتذكر انني سمعته في حياتي هو صوت امي تغني اذا هذا الانسان يتحدث عن اول شيء اسمه في الحياة هو صوت والدته لما كانت تغني له هو بوبه صغير وتهزله في داخل السرير وتغني له أغنيات شعبية حتى يعني يهدأ وينام نوما عميقا إذن هو كان يسمع الكلام هذا هو كتكوت صغير الآن هو كبر هو يتذكر تلك الأيام التي كانت والدته تغني تلك الأغاني أو الأنشيد نمبر ثاني I must remember يجب أن أتذكر to post or posting في عندي خيارين to post or posting أن أرسل يجب أن أتذكر to post or posting this letter while I'm in town بينما أنا في المدينة إذن هو بقول لنفسه أنه يبدو من سكان الأرياض بقول يجب أن أتذكر أن أرسل هذه الرسالة بينما أنا في المدينة إذن عزيز الطالب ماذا نستخدم to post or posting remember to post إذن بدنا يتذكر بالأول إثنين لكي يرسل هذه الرسالة نمبر فور if you are getting confused إذا أصبت بحال من الارتباك remember to think or thinking about what you want to say إذا أنت أصبت if you are getting confused تذكر أنك فكرت في الأشياء التي تريد أن تقولها ولا تذكر أن تفكر في الأشياء التي تقولها إذن الإنسان دائما عندما يصاب بحالة من الارتباك عليه أن يتذكر أولا ومن ثم يفكر إذن في هذه الحالة نستخدم to be lost system to think وما أجمل أن يتمتع الإنسان بهذه الصفة أن يفكر قبل أن يتفوه بكلمة واحدة لماذا؟ لأنه إذا تحدث فأخطأ عملية الخطأ وعملية علاجها عملية معقدة جدا تحتاج إلى ترميم كبير وجرح السيف تأسوه فيبرأ وجرح الدهر ما جرح اللسان جراحات الطعان لها التآم ولا يلتام ما جرح اللسان إذن عزيز الطالب نتذكر أولا لكي نفكر في الأشياء التي نود أن نتحدث فيها question five I remember space surprise when I first heard the news في عندي to feel or feeling I remember space مستخدم to feel ولا feeling surprise بالدهشة when I first heard the news عندما أول ما سمعت الأخبار شعر بالدهشة الآن هو بتذكر هذا الحدث اللي صار معه إذن في هذه الحالة نستخدم الفعل plus ing أبناء الطلبة أبناء الطلبة اتحدثنا عن remember نتحدث كمادة إثرائية عن الفعل forget إيش اللي بيصير إنها بنقول forget نسجل مع بعض forget طبعا هذا الكتاب هذا الكتاب مصمم تصميما راقيا متميزا ياريت نقدر نغطي كل محتوياته لكن في بعض الملفات عزيز الطالب تحتاج مني أنا كمعلم أن أقوم بإثراء وإضافة بعض القضايا الفنية لتجويد هذا المنتج الراقي لتجويد هذا المنتج الراقي forget forgot forgotten نفس العملية forget plus two plus ten forget plus ing إيش بيصير forget plus two plus الاستام النسيام بالأول بعدين الحدث إذن الحدث لم يحدث عزيز الطالب forget plus ing الحدث حدث ولكنك نسيت أنك قمت به ندي نثال واحد على أساس أنه نوغل في هذا الموضوع برفق وأن لا ندخل إلى أعماق هذه المواد الإثرائية ونقول المثال كالآتي please don't forget space to buy buying في عندي خيارين some tea من فضلك لا تنسى كيف أنساك وليس لي سواك بتحدث أن أصبع سواك طبعا please don't forget لا تنسى to buy or buying some tea من فضلك لا تنسى أن تشتري بعض الشاي إذن عزيز الطالب الإختيار يكون to buy to buy أن تشتري أن تشتري نعم مثال آخر على forget I will never forget لن أنسى to meet meeting the president لن أنسى أن أقابل ولا أنني قابلت الرئيس كمقابل للرئيس هو يعتبر حدث تاريخي لن أنسى meeting I'll never forget إذن هو قابل الرئيس وكحدث تاريخي في حياته مش قادر ينسى هذا الحدث أبناء الطلبة في عندي بعض الأفعال الإضافية اللي ممكن إحنا نستنبطها من خلال من خلال النصائح الموجودة في page 14 ونشبك المعلومات ونربطها مع بعض في عندي الفعل try الفعل try الفعل try له قصة وحكاية معنا نشوف الفعل try إيش ماله هذا أنا انتقلت إلى page 14 أبناء الطلبة الفعل try الماضي منه tried التصريف التالت منه tried try زائد 2 زائد الفعل معناها يحاول بصعوبة يؤدي إلى الفشل try زائد ing معناها يجرب يجرب عمل شيء ندي مثال ندي مثال مثال موجود من قلب الكتاب في صفحة 14 في tip 3 tip 3 في نصيحة رقم 3 طبعا لاحظوا أن النصائح موجودة باتجاه عقارب الساعة يعني أنت محتاج لتتبع هذه النصائح إلى بذل الجهد وجهد كبير 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 جدا لكن لو نظرنا إلى الحجاج نجد أنهم يلفوا حول الكعبة عكس عقارب الساعة حتى لا يصابوا بالإرهاق ويصابوا بالتعب وهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى وأمر من الله سبحانه وتعالى نعد سطر 2 3 4 5 6 7 8 في عند الفعل try try having a short break لما تكون أنت استضمت بحائط وبذل الجهد مجيب نتيجة ومش جادة تتقدم جرب الحصول على استراحة قصيرة بس مجي تنم لي عزيز الطالب 3-4 ساعات وخمس ساعات تقول لي أنا تعبت من المدرسة أنا محتاج استراحة طويلة عشان هذا الكلام يعني لو كان في العاشر والحادي عشر مع سلبية هذه العادة بنغض الطرف إلى حد ما لكن هذه العادة تكون ما زلت محافظة عليها في الثانوية العامة فهذه كارثة كبرى إذن try زائد 2 زائد الفعل معناها يحاول بصعوبة فيفشل try plus ing معناها يجرب عمل شيء ما طبعا موجودة بأكتر من مكان في داخل الكتاب الفاعل try نحاول ناخد مثال من خارج إطار الكتاب المنهجي وننتقل إلى مادة إثرائية ونحاول نشوف مع بعض فاعل العلاقة بت try نشوف إيش موجود عنا صفحة 29 من كتاب البروجرس activity 10 جملة رخم 14 after losing the battle بعد خسارة المعركة they tried حاولوا space different plan but in vain في عندي خيارين adopted or to adopt يتبنى المثال مرة أخرى السؤال مرة أخرى after losing the battle they tried حاولوا to adopt أن يتبنوا في صعوبة different plan خطة بديلة خطة مختلفة بطء فين ولكن بدون فائدة بدون جدوى بدون الحصول على نتيجة أبناء الطلبة آتي إلى ختام هذه الحلقة والله نسأل أن تكونوا قد حصلتم على الفائدة التي كنتم تتوقعونها كان معكم محبكم الأستاذ وائل محمد البلبيسي مدرس مادة اللغة الإنجليزية في مدرسة الكرم الأثنوية للبنين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح المفصل لمنهاج الثانوية العامة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز كنتم مع شرح المفصل لمنهاج الصف الثاني عشر ومبحث اللغة الإنجليزية شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة 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 شكرا 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 شكرا